السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي إن شاء الله متابعين مع بعض المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة كتاب جم كتاب بايبت كتاب المعاصر الفيديوهات موجودة على القناة إن شاء الله ناخد مع بعض الوقت تدريبات على المفردات للدرسين الأول والتاني من الوحدة السادسة للصف الثاني الإعدادي من كتاب جم عندنا هنا بداية صفحة 245 أول سؤال بيقول تشوز اختر ذاك روك تنصر الإجابة الصحيحة الصور رقم واحد بيقول هنا يعني لم يكن يوجد رين اللي هو المطر لمدة أربع لمدة اللي هما أربع شهور هذا الشتاء في فصل الشتاء ده لمدة أربع شهور مفيش مطر لذلك نتيجة كده يوجد ما فيش مطر لفترة طويلة يصاحبه وجود يبقى يوجد يوجد اللي هو الجفاف رقم اتنين ذا نايل نهر النيل يوز تو اعتاد النقط كل عام بيحصل مطر ذا هاي دام قابل استد العلي قابل بناء استد العلي ايه اللي كان بيحصل كل عام ليه نهر النيل كان بيفيد يعني كان بيفيد يعني بيحصل فيضان كده كل عام قبل بناء السد العالي او قبل السد العالي يوجد اللي هو الحريق يوجد حريق في وسط البلد صديقنا بيكون هناك بيكون هو ايه للبرنامج بتاعنا في حريق وراح هناك عشان يكون هو ايه للبرنامج بتاعنا بيكون هو هو مقدم البرنامج بيعملوا كده برنامج بيغطوا الحدث هو مقدم البرنامج اللي بيخبر او بيبلغ الاخبار يخبر او يبلغ الاخبار للبرنامج بتاعنا رقم اربعة بيقول هنا ايه ذي نقطهم of the dangerous of sailing alone عايزي يقول هنا هما حذروه من الخطر للإبحار وحيدا dangerous اللي هو الخطر او من خطورة الإيه الإبحار وحيدا ceiling الإبحار كلمة حذرة يعني ايه يبقى warned him warned يعني حذرة هما حذروه من خطورة انه هو يبحر alone بمفرده او لوحده او وحيدا رقم خمسة ذرر من نقط باسس in our city يوجد عديد من اوتوبيسات ايه في المدينة بتاعتنا اوتوبيسات كهربية او تعمل بالكهرباء اسمها electric buses الاوتوبيسات الكهربائية او التي تعمل بالكهرباء i had an interview انا كان عندي مقابلة اه شخصية with the bus نقط مع من للأوتوبيس and they all were happy وكلهم كانوا كلهم كانوا ايه كانوا سعداء when they get on it لما كلهم ركبوا الاوتوبيس طبعا عايز اقول كان عنده مقابلة او انا عملت مقابلة مع مستخدمي الاوتوبيس يبقى with the bus users users اللي هما مستخدمي الناس اللي بتستخدم التوبيسات وكانوا سعداء جدا رقم 7 my father advise me babaya advise يعني نصحا babaya نصحني not to speak not bad friends نصحني ان انا ما اتكلمش معا او عدم التحدث معا bad friends اللي هما اصدقاء السوق او الاصدقاء السيقين تمام speak speak to ان انا لا اتحدث الى اصدقاء السوق speak to يتحدث الى نقط some students بعض الطلاب are cleaning the canal بينظفوا الايه بينظفوا القناة they are there now هما موجودين الان they يعني هناك they are there now هما هناك الان طالما قال لي هما هناك الان يبقى حديثا او مؤخرا يبقى recently يعني حديثا او مؤخرا الطلاب بينظفوا القناة المائية هما هناك الان now رقم 9 climate نقط is a very dangerous problem ده بيكون مشكلة خطيرة ايه هو ليه المناخ بيكون مشكلة خطيرة climate اللي هو المناخ طبعا climate change يعني يعني تغير المناخ هو ده بيكون a dangerous او a very dangerous problem مشكلة خطيرة today's نقط ايه ليه اليوم is 11 سلتس بيكون 11 درجة it will be very cold الجو هيكون very cold الجو هيكون بارد جدا او برد جدا طالما قال لي درجة يبقى هنا يقصد درجة الحرارة يبقى two days temperature يعني ايه يعني درجة حرارة اليوم بتكون 11 الجو هيكون برد جدا كده درجة لا يلا يبقى كده الجو هيكون برد السؤال رقم 11 بيقولي هنا نقط المدرس استخدم ايه عشان ان هو يعرض لنا او عشان ان هو يوضح لنا بيوضح لنا التغير في اللي هي درجة الحرارة ان يجب طبعا استخدم الراسم البياني او الخط البياني كده عشان يوضح لنا التغير درجة الحرارة واخران في مصر السؤال رقم 12 بيقولي هنا ايه ورمار ان دراير وذر وذر اللي هو التقس ورمار او دراير يعني التقس اللي هو بيكون اكثر جفافا او اكثر دفء ورمار يعني ادفع دراير يعني اكثر جفافا او جاف يزيب التلج بيكون سبب ان التلج يزيب نقط the top of mount kilmenjaro بيكون سبب ان التلج بيزيب او بيزوب على قمة جبل kilmenjaro يبقى عايز اقول على قمة اسمها ايه on the top of على قمة على بعضها كده على ايه على قمة جبل kilmenjaro رقم تلاتة 13 there are a lot of cars يوجد كتير من السيارات in the city في المدينة that goes في كتير من السيارات في المدينة وده goes يعني بيسبب نقط بيسبب تلوز ايه طبعا عندي سيارات كتيرة بتخرج العواد ان بدأتها اللهواء يبقى ده بيسبب تلوز الهواء يبقى السيارات الكتيرة الموجودة في المدينة دي cause بتسبب air pollution تلوز الهواء بعد كده هنا عندنا صفحة 248 وبرضه اسئلة على الاختيارات على language على اللغويات السؤال رقم واحد بيقول which is نقط a lion or a horse يا ترى هنا الاسد ولا الحصان يبقى انا كده عندي واحد اتنين بقارن وقول هنا زي ذان ما بشوفها بعرف اني انا بتكلم او الجملة بتاعتي فيها مقارنة يبقى which is ايه يبقى عايزة الصفة وضف لها ايه الصفة وبضف لها ال e و ال r يبقى which is a which is bigger ايهما اضخم او اكبر في الحجم الاسد ولا ال a الحصان اللي هو التلوث التلوث اللي هو في the country اللي هو في الريف is not as ما بيكونش زي a اللي هو التلوث in cities في a في المدن يبقى انا بقارن ما بين واحد التلوث في الريف اتنين التلوث اللي هو الموجود في المدن وعندي هنا نقط as و as يبقى لازم يجي لبنهم الصفة الصفة اللي عندي في الاختيارات دي وهي باد باد يعني سيء التلوث في الريف ما بيكونش سيء زي التلوث في المدن رقم ثلاثة ماس اللي هي ويمدد اللغة الانجليزية يبقى بقارن بين الرياضيات وما بين اللغة الانجليزية وعندي ذان عين عليها عرفت خلاص ان دي ايه مقارنة طب والصفة اللي عندي طويلة مع الصفة طويلة بستخدم مور او الصفة طويلة وذان يبقى انا عايزة يعني بيكون هو اكثر صعوبة من بيكون اكثر صعوبة او صعب اكتر من الانجليز اللغة الانجليزية استراليا is not as نقط افريكا بقارن ما بين استراليا وما بين افريكيا بين كارة استراليا وكارة افريكيا عيندي هنا not as عايزين بعدها الصفة وزائد as عايزين بقى الصفة بتاعتنا اللي هي hot وبعدها as يعني ايه يعني استراليا is not as hot as افريكا ما بتكونش حارة زي ايه زي افريكيا رقم خمسة is your cousin cousin اللي هو ابن الايه ابن العم نقط than your brother بقارن ما بين your cousin ابن عمك تمام ادي اول حاجة وما بين your brother وما بين اخوك وعندي than يبقى كده جملة المكرنة مع المكرنة بستخدم الصفة القصيرة عندي الصفة قصيرة في الاختيرات وبضف لها الار يبقى عايزي اقوله هنا هل ابن عمك اكبر سنا من اخوك قلدر يعني اكبر اكبر في السن رقم ستة ينبغي ان احنا نكون يعني هنا عايز يقول ان احنا طالما عندي هنا ذان بس هو اجيب لي ذان بعيدة اه هي مكرنة ينبغي ان احنا نكون نكون حارسين اكتر احنا بنضع القمامة بتاعتنا فيه عن قبل كده نركز كده ونشوف نحط القمامة في مكانها المعتاد يبقى شوط ينبغي ان احنا نكون ايه بعدها على طول عايزة الصفة بتاعت الصفة ايه الصفة طويلة لازم بيجي قبلها او في حالة ايه في حالة المكرنة طالما عندي ذان يعني عليها يبقى دي مكرنة يبقى لان احنا نكون حارسين رقم سبع the new باصس new باصس اللي هي الاوتوباسات الجديدة where كانت ايه نقض the old باصس بكارن ما بين new باصس اللي هي الاوتوباسات الجديدة و the old باصس اللي هي الاوتوباسات القديمة عندي طرفين يبقى انا هنا دي مكرنة عندي في المكرنة بعمل ايه بجيب الصفة بتاعتي بضف لها الار لما تكون مثلا صفة قصيرة بضف لها الار وبعدها ذان يبقى هدوءا من الاوتوباسات القديمة الاوتوباسات الجديدة ديت كانت اكثر هدوءا من الاوتوباسات القديمة يبقى قويتر يعني اهدأ او اكثر هدوءا رقم 8 زينب ازاز بيرف الموقع حسناء عايز يقول هنا ادي زينب وادي حسناء عايز نقول بتكون جميلة زي حسناء يبقى از زائد الصفة زائد از از والصفة واز از از وبينهم الصفة او نوت از والصفة واز لكن لو هنا عندي فعل انا بختار هنا ايه ظرف او حال لكن انا عشان بوصف الاسم فاخترت ايه او هو جاب لي هنا الصفة يبقى از از بينهم الصفة هذا الهاتف المحمول از اكسب انسيب بيكون غالي اي اون انا اطوان ده غالي يبقى مكرنه انا عايزة ايه ايه اون اي تشيبر وان تشيبر يعني ارخص انا عايزة تليفون يكون تشيبر يعني ارخص ارخص في السعر لان ده بيكون اكسبنسيف غالي رقم عشرة ايهما ايه بيكلمني عن برج ايفل او ولا برج القاهرة يبقى بيقارن بين برج ايفل و برج القاهرة وبينهم او بالضبط مقرن زيها زيزان يبقى ايهما ايه عايزة بقى هنا الصفة بتاعتي وبضف لها يبقى ايهما اطول برج ايفل ولا برج القاهرة بعد كده سؤالت صحيح الخطر يقول هنا الاستلقاء او ان هو يستلق كده او ان حد يستلق كده او الاستلقاء على الشاطئ عن العمل في المدينة بقارن ما بين الاستلقاء والاستلخاء كده على الشاطئ وما بين العمل في المدينة يبقى عندي هنا ايه ذان يبقى كده جملة مقارنة ريلاكسين مسترخي او مستريح الصفة بتاعتي طويلة هقول ايه ايهما مور او لس والصفة الطويلة وذان يبقى هنا الاستلقاء على الشاطئ بيكون اقصر راحة ومريح اكتر يبقى مور مريح اكتر مور يعني بيكون مريح ايه مريح اكتر بقارن بين الاسكندرية وما بين اصوان وعندي هنا بينهم ايه جيب لي هنا نوت وهوتر الصفة مضفلة لكن هو جيب لي هي المفروض ايه المفروض ذان مش ذان رقم ثلاثة this train goes not than the last one القطر ده او القطر ده بيمشي بسرعة عن القطر الاخير طيب عندي هنا than حلاص عرفت ان هي مقارنة وقد الصفة بتاعتي الصفة بتاعتي ايه انا عايزة اخليها مضاف اليها الار لان عندي مقارنة لوجود than وبقارن بين اثنين من الاشياء جيب ايه عندي هنا فسطة دفلها الار بتبقى فسطر يعني اسرع بسطر اسرع رقم اربع بايكس ار الدرجات بتكون موقت than cars بقارن ما بين الدرجات وما بين الايه السيارات وبيقول كذيب هناك expensive يعني غالي وهنا مقارنة لوجود than تمام يبقى انا هنا بس اخد بالي ان الدرجات بتكون اقل غلاءا من السيارات ميفحش اخد بقى واكتب more الطبيعي ان انا هكتب ايه less يعني اقل غلاءا less expensive less expensive less expensive يعني بيكون اقل ايه اقل غلاءا رقم خمسة which is more to walk to يعني عايز يقول لي هنا ايهما ابعد ان انت توصله او تمشي وتوصله the park الحديقة العامة or the museum بقارن بين الوصول من الابعد الحديقة ولا المتحف وعند اور هنا زي than مقارنة يبقى ايهما ايه انا عندي far بتبقى في المقارنة ايهما further ايهما further الاثنين صح نكتب هنا ايه further more further ايهما اقصر بعدا ان انا امشي للحديقة ولا المتحف زياد is playing as نقط as علي طالما عندي as و as يبقى بينهم الايه بينهم الصفة طيب بتر ديه حالة المقارنة طيب الصفة نفسها اسمها ايه اسمها ايه اسمها جود تمام لكن انا هنا بوصف الفعل ناخد بقى انا هنا بوصف الفعل يبقى انا منش عايزة الصفة يبقى انا عايزة لايه عايزة الحال طيب الحال انا عندي بتر الصفة منها جود طيب الحال منها بيكون ايه will يعني زينب is playing بتلعب as will as بطريقة جيدة زي علي اشتركوا في القناة